فجوة الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي في السوق العراقية على حالها إذ يتراوح الفرق ما بين 15 ألف و 25 ألف دينار ورغم اعتماد الحكومة لقرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف جديد بين 145 ألف و 130 ألف دينار لكل 100 دولار إلا أن رياح الأزمة مستمرة أما الأسباب التي تكشفت فصولها مؤخرا تعود بحسب تصريحات نيابية إلى تأخر إقرار الموازلة ما أدى لضخ مبالغ كبيرة في السوق سبب يرجحه خبراء ويترافق مع انتشار الشائعات حول عدم سماح البنك المركزي ببيع الدولار نقدا في الأيام المقبلة فجوة أخرى حدثت بفعل تقييد الاستيرادات في الحوالات المصرفية أمر يتحدث عنه مختصون مؤكدين أن ردة الفعل في السوق تمثلت بزيادة الطلب على الدولار ما يرجح ارتفاع سعر السلع في حين أن لب الأزمة يكمن في الدولار النقدي الذي يتم تهريبه لتنفيذ حوالات سوداء عامل يرى البعض أن سبب وجوده عدم قدرة بعض التجار على التعامل مع المنصة الإلكترونية واشنطن من جهتها والتي أعلنت عبر تصريح خاص للتغيير عدم التوصل لاتفاق عملي في القطاع المصرفي إلا أنها كشفت عن إجراءات مستقبلية لتقليل الاعتماد النقدي وهو ما يدعمه حديث الحكومة حول إيجاد فرص للتعاون مع شركات إلكترونية للصرف مثل فيزا وهنا يرجح مسؤولون تأخر تطبيق سير الصرف الجديد بفعل حالة الإرباك التي أثرت بها شروط الفيدرالي الأمريكي من جهة وتلاعب جهات بغسيل الأموال والحصول على الدولار بهدف بيعه بوسائل غير قانونية عوامل ستقف عائقا في تحريك عجلة النظام المصرفي الجديد لن يجد طريقه إلا بإقرار الموازنة والبدء بشروط تضمن استقرار السوق العراقية للحفاظ على سعر صرف متفق عليه اشتركوا في القناة